اللي كان موبير النهاردة كمانا كانت عبد الحميد مرانة عطاية هو خالد الحسن لها في المباراة مرانة عطاية انتقالات كثيرة جداً الراجل نالها المباراة اللي فاتت كلها تقريباً وأن المباراة مش هو مستوى مش ده المستوى بتاع الموسم اللي فات مرانة النهاردة عمل مباراة يعني مش طبعية قدام ناس قدام كانتي وفابيني ورومارينو ناس صعبة جداً يعني راجل مباراة بالنسبة لي الشناوي الشناوي حقاً أنا كنت جاهلك على الشناوي طبعاً، ده رجل مباراة، ولو فيه جهازة تانية رجل مباراة يدهاله، ولو فيه جهازة تالتة رجل مباراة يدهاله الشناوي النهاردة، هو اللي خلانا كده، الفريق ده لو كان جايب فينا جول، لأ كان ماتش هيبقى فيه كلام تاني كبير جداً عندك كرة صعبة جداً لأول ربع ساعة اللي طلعها بصدر، الشناوي فيه حاجة ندرة جداً في حراس العالم كلها، لأنه بطلع يقابلك وانت بتشوت ما بيعملكش كده الشناوي بيروح كده بوشه، ودي عشان توصلها الحارس بتاخد وقته مجود كبير قوي، أنت ما تخوفوش من الكرة وانت بتقولي كمهاجم، انت لما بيطلع لك حارس ليه فوشك كده، وانت لسه بتاخد الكرار بحياتك أي حارس لازم بيطلع كده، بيطلع كده، الشناوي بيطلع كده، شايف، ممكن في قل من ثانية بيروح محرك إيده اللي هي الكرة خلاص، انت الكرة بمسافتها طويلة جداً، فهو من الحراس القليين جداً في العالم، خلي بالك اللي بيطلع يقابل الكرة القريبة، شوتنج بقى يحط ببطن رجله، يحط بوش رجله، بقى بسع الكرة ما بيقفلش عينيه خلي بالك، دي نقطة مهمة جداً، دي نقطة في ممتها الأهمية طبعاً، عشان كده الشناوي في الانفرادات القريبة، هو بنسبة كبيرة قوي بيشيلها، بنسبة كبيرة قوي فالكرة دي جول، لدربة الجزاء جول، السبات بتاعه، ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه الشناوي، أنا عمري برضو مراهنت عليه الشناوي ده يعني حد أنا مرنته وعارف قديه هو رجل وقديه أي حد تراهن عليه دايماً هو يكسب الرهان الشناوي حاجة كبيرة جداً، النهاردة كان لازم هو ياخد رجل مبراء شال كرة تانية، وكان برضو ليب بتاع الماتشو، الكائد حقيقي كل اللعيبة النهاردة بلا السسناء، مروان طبعاً مروان لعيب كويس قوي مروان الفترة اللي فاتت، احنا عندنا هنا العاطفة يعني بتأثر عنا قوي بعد والده عاش فترة تاية خالص مروان، لكن النهاردة بالأجواء بالضغوطات اللي صدرها لنا الفريق المنافس وإعلام الفريق المنافس، خلت كل اللعيبة تفتكر هي مين، تفتكر اسم نادي الأهلي، تفتكر إن هما أبطال، تفتكر إن هما فرق كبير جداً جداً بنا وبين أي نادي يعني ما احترامي لكل الأندية طبعاً، لكن فيها رق كبير جداً، إنت زي ما بدأنا في الأول، إنت إزاي تعمل كده؟ إنت إزاي تفكر كده؟ إنت إزاي تقلل نادي الأهلي؟ يعني ده حتى الوردة لما بتكده ريحتها فيها، فأنت بتكلف نادي بصراحة اللي شفتم من جهاز الفني واللعاب الاتحاد قبل المباراة كان فيها احترام، تصراحاتهم فيها احترام كثير جداً، وكبير جداً للنادي الأهلي يعني ما حدش فيهم في اللاعبين والجهاز الفني أقلل من نادي الأهلي وقال لك إن المباراة تبقى صعبة جداً عليها ده طبيعي، ده طبيعي، بس هما خلاص، إنت خدت دفع، دايماً إيه عنوانك؟ عنوانك جمهورك وإعلامك، هما دول دايماً ظهرين، فلما جمهورك وإعلامك يعمل كده، خلاص، إنت الضحية صحيح، طيب،